سُلَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكِلْ عَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ يَوَلِكْ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْقَعِينَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْعَجُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَى الظَّالِينَ آمَنِ سَيَقُولُ الصُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْهُ مَا قِبْلَتِهُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاهُ إِلَى صُرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَوَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَا يَتَقَلُّمَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضِيَهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وَجْوَاكُمْ شَطْرَةً وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَنُونَ وَلَيْنَ تَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكِ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وما بعضهم بتابع قبل تبعوا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن ذريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الله 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 محمد محمد واوههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللطالين آمين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجا إن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفال ولنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر الله أكبر أهلاك 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 اشتركوا في القناة الله أكبر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما أنزلنا من البينات والهده من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهير والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إن فأحيا به له بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو تروا الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتفطعت بهم الأصباب وقال الذين اتبعوا لون لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار والله أمامالهم حسرات عليهم والله أمامالهم حسرات عليهم الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يامركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قولوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتموا إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدئ والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد والله والكبار سبحانه والله النار من الحمده المعذك الحمده من الكثير الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 the father of the holy prophet sallallahu alayhi wa sallam That's why the uzman was one of the most beautiful of all men because of his resemblance to because the holy prophet sallallahu alayhi wa sallam is his uncle in a way and his cousin on the other side we can say كما تعلمنا في الراكمة العربية هذا لذلك كل هذا صحابة قال مَا رأيت أحسن منه وجهة لم أردت أكبر 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 من الفيديوه إنها رسول صلى الله عليه وسلم وقرأت أسامة بن زيد إلى عثمان ورقيا وقاله سيدة قال لن أجل أنني أجل لم يكن من أساعد برقيا ورقيا Looking at Raqqir and Uthman And he said have never When I came back toându mismo He told me Have you ever seen such beautiful couple I said no SoWhoo He got married 8 times He was not like Abdul Rahman He was a coward And he had Masha'Allah Nine You know Nine You know Male Children We could say And seven Female Children He was among The best of all The people He's never Made sujood for A son For an idol Even before Islam He never committed You know Adultery He never drank He said He used to say Because Takes Your Intellect away Intellect is the highest You know Blessing Allah The human And he needed More Not less And one of The particularities Of Sayyidina Othman Is that Was known as The owner The possessor Of the two lights Why Because No one Has ever married Two daughters Of a prophet From the beginning Of time To the end Of time But Sayyidina Othman He was the husband Of And after the death Of Sayyidina The Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Gave him Sayyidina Ummu Kulthum The young Sister of Sayyidina Raqiyah He accepted Islam When he was about Thirty-four Of age And who called him To Islam Who brought him To Islam Sayyidina Abu Bakr Of course So Sayyidina Othman Was the fourth person To accept Islam After Sayyidina Khadija Sayyidina Ali Ibn Abi Talib Sayyidina Abu Bakr And Sayyidina Zaid Ibn Haritha After these four people He is the first one Who accepted Islam So he was the fourth person Who accepted Islam From among the men Of course Sayyidina Khadija Is the first Who accepted Islam You know From among all the people So when Allah T.B. Sayyidina Uthman is from From among the first people Who accepted Islam And he was harmed He was tortured By his family By his people Especially by his uncle Al-Hakam Ibn Abi Al-As You know He was dragging him He was You know Doing so many Severe punishments You know For Uthman To leave Islam But Uthman Said By Allah I will never live this I will never abandon I will never get separated From Sayyidina Rasulullah When his uncle So how serious He was He left him And that is a lesson You know When Shaitan Knows how serious We are He's gonna Abandon When people know How serious we are They're gonna Abandon But when we are In the middle Of people Who want us To follow Their Hawa Their desire You know We will be The old person But if we are Serious And we do Our best To follow What we are Supposed to follow Then people Not only Will leave us alone But may Most are the times That people Will come And join us May Allah Tabaraka Wata'ala Open the hearts Of people to Islam Through us Ameen And Uthman Is from among The sahaba Who Made hijrat To Al-Habasha You know Al-Hijrat al-Ula Wal-Hijrat al-Thaniya Ila Al-Habasha And the holy prophet Sallallahu alayhi wa sallam Said That Uthman Is the first person Who migrated With his family After Sayyidina Lut Uthman Is the first person Who made hijrat Along with his family With You know After Sayyidina Lut Alayhi Alayhi Salaam Wa Wajjifah Amanan Lut Waqala Inni muhajir Ila Ila Rabbi So Sayyidina Uthman Migrated To Al-Habasha Along with his family Raqiya And other Sahaba So he was among The representative The ambassadors Of the holy prophet Sallallahu alayhi wa sallam To Al-Habasha You know To Al-Najashi You know It was a custom That you do not send A A Saffir An ambassador You know You don't You don't send a person Who's not handsome You know You have to Send a person Who's of beauty And Uthman Was extremely Handsome And beautiful And he was with Sayyidina You know Ja'far And Ja'far You see What the prophet Sallallahu alayhi wa sallam Said about Ja'far You have Resembled me Both in Both in And Ja'far Got up and danced Because the prophet Sallallahu alayhi wa sallam Told him You have Resemble You have Resemble You have Disresemblance Of me Both in Your Halk In your You know You know Outer How do you call it Both in your Outer qualities And in your Inner qualities You know Because Ja'far Was the director The director Cousin of Sayyidina Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam He's the Big brother Of Sayyidina Ali ibn Abi Abi Talib And the Dhamma say that They arrived At Habasha In the month Of Rajab In the Sana Al-Khamis And in the 50 years After the Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Beginning Of Nubu Alayhi Ridwan Allahi Tabaraka Wa Ta'ala So Sayyidina Osman Was a Person Of Good conduct Was a Person Of Quran One Of The Things We Know Most About Usman Is His Luzum Lil Al-Karim You know His Al-Aqa His Relationship With Quran He used To Say If Our Hearts Were Pure It Will Never Get Satisfied It Will Never Get Enough You Will Never You Know Get Enough Of The Quran Al-Karim Lama Shabiat Bin Kalam Allah Azza Wajal Wa Inni I Dislike A Day That Passes Without Me Being Busy With The Book Of Allah Tabaraka That Is The Quran He Was Not Only A Hafiz From The First People Who Memorized The Quran But He Never You Know He Was Never Alone Without You Seeing The Quran With Him He Was Almost Almost All The Times With The Quran He Said When He Was Asked When He Was Questioned Why He Said They Said That When He Passed His Mus'haf Was Very You Know You See That It Is Used Over Used You Know Because His Shiddah In Reading And Reciting The Quran And Uthman Was Among The People Who Wrote The Wahi For The Prophet Did Not Write Whenever The Wahi Comes He Will Call The Qutab To His Who Will Recite Then They Will You Know Copy Whatever He Is Reciting Then They Will Recite To Him And He Will Correct Them If They Make A Mistake So Uthman Made The Hijrah To Habashar The First Hijrah The Second Hijrah And Hijrah Of Al Medina Of Course And When He Went To Medina As You Know The Holy Prophet Sallallahu Sallam Uthman In Al Medina Was Sayyidina Aws Ibn Habit Sayyidina Uthman You Know He Is A Champion In Every Single Goodness Especially When It Comes To Generosity Look What He Did In Jaysha Usra You Know Tabuk The Most Difficult Battle Because It Was Far Away It Is Far Away When You Want To Travel From Medina To Tabuk Even With Car It Very Far And Was Supposed To Go There With His Sahaba Give Him 940 Camels And 60 Horses To Make It A Thousand And 60 Horses To Make It A Thousand So That's What Sidna Did Not Only Did He Do That But He Brought 10,000 Dinah And He Poured It Before The Prophet And The Holy Prophet Start Turning It In And Out Saying He Repeated Twice Nothing Can Harm Uthman After What He Has Done Nothing Can Harm Uthman After He Has Done What He Has Done Today So Uthman Was Champion In Every Single Goodness And How Did He Marry Both Of The Daughters Of Sayyidina Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Because The Holy Prophet Sallallahu Sallallahu Sallam Gave him Ruqayya And Ruqayya Dies During The Battle Of Badr Because That's Why Sayyidina Uthman Didn't Go To The Battle Of Badr Because Ruqayya Was Sick And The Holy Prophet Sallallahu 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 To Take Take Care Of Her While They Went To Badr That's Why Uthman Is Counting Among The People Of Badr Though He Couldn't Make It Because He Was Taking Care Of His Wife You Know When They Were Coming Back From The Battle Of Badr They Found That Sayyidina Ruqayya Passed And The Holy Prophet Sallallahu 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 Sallam Gave Him Sayyidina Ummu Kulthum And Sayyidina Uthman Had A Child From Sayyidina Ruqayya You Know And He Loved People To Call Aba Abdullah Because He Had A Child With The Daughter Of The Holy Prophet Sallallahu Sallallahu Sallam And This Abdullah Would Die Also In The Year Four Of The Hijrah You Know And The Holy Prophet Sallallahu 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 Will Give The Janazah Prayer Will Do The Janazah Prayer And He Was Just Six Years Of Eight When He Died This Child And The Holy Prophet Sallallahu 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 And He Would Be Until She Passed On Shaaban The Year Nine Of The Hijrah Of The Holy Prophet Sallallahu 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 مدينة الطلقة في مدينة ليس جيدة فقط عطل المدينة فقط مدينة والمدينة وعطل المدينة مدينة ليس اخبار عطل المدينة يحرق الوضع يقول إنه كان مدينة من من البان غفة من أضل المدينة المدينة they said that he would sell you know every uh you know so it was expensive because it was the only you know sweet water in medina what happened said now it's not the law tabaraka wa ta'ala and who bought it after he heard the glad tidings given by the prophet sallallahu alayhi salam to whomever you know bought this um this well he bought it with 20 000 dirham and gave it to the muslims some say 35 000 dirham and gave it to the muslims and you will see his generosity also when it comes to the masjid of the holy prophet sallallahu alayhi salam and so many things in the life of the holy prophet sallallahu alayhi salam and in the life of sydna abu bakar and in his life himself during his uh khilafah but because i said yesterday that i don't want to pass 20 minutes i'm going to be obliged to you know stop here and inshallah tomorrow finish with i said that i don't know the law tabaraka wa ta'ala uh even though you cannot finish with him like in i said in my language we say to live with the lord is the man who has been born in his life and he has been born as a high 줄ers and he has been born in his life you have been born again and you have been born شكرا 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 سلام عليكم السلام عليكم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسألونك عن له التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأنتات البيت من ظهورها ولكن البر من اتقي واتوا البيت من أبوابها واتقواها لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن يقاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكفرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتده عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتده عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب الوحسنين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نصعين اهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي للباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفضوا من حيث أفض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسقكم فاذكروا الله كذكركم وأباءكم أو شد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نصطعين اهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نصطعين اهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ورب وربهم آمين السلام الرحمن الرحيم وعند برب الناس ملك الناس إلهي الناس من شر الوسواس الخناس أنه يسمى صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ألك يوم الدين إياك العبد وإياك الصعين اهدنا الشراق المستقيم شراق الذين أنعمت عليهم وإلا يؤبوا عليهم ولبوا أمين لقد جاء لأكم رسول من أنفسكم عزيلا عليهم وانتم حروص عليكم من مؤمن رؤوك الرحيم فأهمت أن يوبط الحسن ومنها إله إلا هو عليهم توكلت وهو رب العرش العظيم الله سبحانه اللهم يحيى الرفات ويا دافع الآفات ويا رقي المخافات ويا كريم المكافات ويا موء العفات ويا ولي العفو والمعافات خل على سيدنا محمد خاتم أنبيائك ومبلغ أنبائك وعلى مصابيح أسرته ومفاتيح نصرته وأعلم نواهم من نذرات الشياطين ونزوات السلاطين وإعنات الباغين ومعاناة الطاغين ومعادات العادين وعضوان المعادين وغلب الغالبين وسيب السالبين وحيال المحتالين وغيال المغتالين وآجرنا اللهم من جور المجابرين ومجابرة الجائرين وكف عنا أكف القائمين وأخرجنا من ظلمات الظالمين وأدخلنا برحمتك في عبراتك الصالحين اللهم حقنا في تربتنا وغربتنا وغيبتنا وأوبتنا ومجعتنا ورجعتنا وتصرفنا ومنصرفنا وتقلبنا ومقلبنا واحفظنا في أنفسنا ونفائسنا وعرضنا وعرضنا وعددنا وعددنا وسكننا ومسكننا وحولنا وحالنا ومالنا ومآلنا ولا تلحق بنا تغيرا ولا تسلت علينا مغيرا واجعل لنا من لدنك سنطانا نصيرا اللهم احرصنا بعينك وعونك واقصصنا بأمنك ومنك وتولنا باختيارك وخيرك ولا تكلنا إلى كداءة غيرك وهب لنا عافية غير عافية وارزقنا رفاهية غير واهية واكفنا مخاشيا لأوى واكنفنا بغواشي الآلى ولا تغفر بنا أغفار الأعداء إنك سميع الدعاء اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم وصول المسلمين اللهم أعز كلمتك كلمة الحق والدين اللهم يفع مقتك ورببك عنا اللهم يسر لنا أمورنا والراحة لقلوبنا وبدالنا والسلامة والعادية في ديننا ودنيانا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة بالدين والدنيا والآخرة اللهم سلمنا وسلم ديننا اللهم سلمنا وسلم أهلنا اللهم سلمنا وسلم أبنادنا وأبناءنا وبناتنا اللهم سلمنا وسلم أفعالنا اللهم سلمنا وسلم جميع المسلمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا واصلنا بشكل كالجميل اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لدنا وتسلموا منا متقبلا اللهم إنك عفو تحب العفو تعفعنا وكريم تحب الكرم فأكرمنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وأجمعين وآخر دعوانها والحمد لله رب العالمين اللهم 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة